موسيقى مساء الخير مشاهدين الأعزاء وأهلا بيكو وحلقة جديدة من برنامجنا منتهى الجمال على شاشة الصحة والجمال حلقتنا النهاردة هتكون مختلفة شوي يعني فيها نفحة الماضي والأصالة يعني هاخدكوا كده ونرجع كده بالزمن لأجدادنا لا ده احنا ممكن كمان نرجع لأجداد أجدادنا أيام القدماء المصريين والفرعن هنلاقوا بالفعل هما لقوا بالفعل في المقابر بتاعة الملكات وبعض السيدات لقوا فيها منتجات تجميل طبيعية وأعشاب يعني عدة التجميل كده لقوا فيها مسكات من منتجات الطبيعة اللي هي مثلا خلاصة الأحماض بتاعة الفكهة والحليب واللمون والعسل وحاجات كتيرة جدا كانت بتستخدم للبشرة وزيوت للشعر لقوها في قلب المقابر بتاعة الملكات والسيدات أيام الفرعن مش كده وبس ده لقوا كمان على ورق البردي وكمان الجدران مش بس بتاعة كدماء المصريين لا لقوا كمان على اليونانيين الكدماء لقوا مكتوب أمراض معينة وتحت الأمراض دي لقوا مكتوب علاج الأمراض دي بالأعشاب والمنتجات الطبيعة وطبعا كلها يعني ثبتت فاعليتها وكانوا بيعالجوا زمان بالمنتجات الطبيعية والأعشاب أكيد طبعا أنتوا عرفتوا حلقتنا النهاردة هتكون عن إيه؟ العطارة العطارة هي مهنة مهنة منذ قديم الأزل يعني من زمان جدا من ألاف السنين وهي كانت قبل الصيدلية يعني هللاقي فيها الجزء الطبي وحللاقي فيها جزء التجميل وكمان أطلق عليها أو تسمت يعني أطلق عليها باسم الطب البديل لأنها بتستخدم الأعشاب خلاصة أعشاب معينة أو خلاطات معينة بتستخدم لعلاج الأمراض وثبتت فاعليتها يعني مثلا ممكن حد جاله مغص بيروح يغل شوية نعناع حد زوره واجعه بياخد ينسون وخلاطات وورق تليو وورق جوافة وحاجات تانية كتير احنا مش بس كده احنا بنلاقي ممكن الطبيب وهو بعد الفحص وبعد ما يتأكد مثلا من المرض ويشخصه بيدينا الأدوية وبيوصف كمان بيوصف لنا حاجات من الأعشاب يعني لو أنا تعبان عند نازل ببرد وزوره واجعني يقول لي طيب هكتب لك الدول فلاني ومعليش قطر من السوايل الدفية السوايل الدفية دي هنجبها منين؟ من العطارة زي الينسون والنعناع والكراوية وكل الحاجات دي مش كده وبس احنا كمان بنتطمن للأعشاب والمنتجات الطبيعية لدرجة ان بعض الشركات الأدوية بتستخدم كل حاجة ويقول لك لا دي من منتجات طبيعية واعشاب طبيعية 100% فبنحس ساعتها براحة وكذلك منتجات التجميل منتجات التجميل اول ما بنعرف ان دي منتجات تجميلية يعني ما فيهاش طبيعية ما فيهاش اي حاجة تضرنا كيميائية او حاجات مصنعة احنا بنرتاح نفسيا مين فينا ما جربش كل المسكات الطبيعية اللي بنجيبها من العطارة والزيوت خلطات الزيوت الجميلة الطبيعية اللي بنجيبها وبنعملها كورسات لعلاج الشعر يعني كمان حلاق ان الهنود اللي هم يعني قضوة لنا في الشعر ما بيستخدموش غير الزيوت الطبيعية وبنبقى متطمنين جدا واحنا بنستخدمها انا لو اعدت اتكلم على العطارة والجواها وكل الحاجات الحلوة اللي احنا بنشوفها انا مش هعرف مش حد لتضيف فرصيته انا عمل اتكلم من الصبح وتضيف معايا وما اخدش فرصيته كده فخلونا ناخد العلم والخبرة من صاحب الشأن نفسه لان كمان لازم تعرفوا ان مش كل اللي اشتغل في العطارة عطار عشان كده احنا النهاردة مننورنا في القناة معانا ومعاكم النهاردة الاستاذ شريف عكوش صاحب محلات العمامي للعطارة اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ مننورنا يا استاذ شريف النهاردة نور نوركم وطبعا انا سعيد جدا بالمقدمة بتاعت حضرتك عن العطارة والعطارين والمجال الجميل الناس كلها في اشد الاحتياج اليه لاستيامة في الايام اللي احنا فيها دي ايوة طبعا انا طبعا بتوجه بالشكر بشكرك شكرا جزيلا انا بشكرك لان اولا حضرتك لبيت الدعوة وجيت وانا عارفة ان انت جاي لنا من مرسى ما تروح فانا بشكرك شكرا جزيلا على في البيت الدعوة وانت فعلا منورنا النهاردة الله يخليك يا فنم احنا كنا بنتكلم على العطارة وبنقول مش كل اللي اشتغل في العطارة عطار لان انا باعتبر ان العطار ده زي الكيميائي او الصيداء يعني لازم بيركب كده بمقادير يعني مش كل حد قال لي وصفة رو هعملها من مخي تمام ما ممكن الوصفة تضيعني بالظبط زيها زي الدوة ممكن تضريني بالظبط انت بقالك كم سنة طبعا انا عمري اربعين سنة يمكن نص عمري منه عشرين سنة في مجال العطارة ما شاء الله والخبرة الحمد لله اكتسبتها سريعا لاني دايما كنت اسمع من والدي الله يرحمه ان انا جدي كان تاجر وكانت تجارته هي تشمل العطارة والبقالة وحاجات كتير فهو انقطع عن المهنة اللي هي مهنة والده اللي هو جدي شوية بس فضلة الفكرة بتراودني لغيت محققتها على ارض الواقع واصبحت الحمد لله من المشهورين في المجال واللي اكتسبوا خبرة كويسة طبعا الخبرة حضرتك اتكلمتي عنها ده شيء يعني لابد منه في مجال العطارة لان العطارة مش سهلة ومش كل اللي يقف في محل عطارة يبقى عطار تمام فاحنا بنقول الخبرة والخبرة دي بنبني عليها حاجات كتير والمهارة كمان اكيد طبعا لان احنا الخبرة بنبني عليها حاجات كتير ما ينفعش واحد جاي عايز حاجة للقولون وهو اصلا بيشتكي من القولون ويكون عنده مثلا ضغط مرتفع وانا اقول له على سبيل المثال انا عندي تركيبة كويسة جدا للقولون فيها عرق سوس سيوى وفيها سنة مغربي وفيها بزور الشمر وفيها بزور الشبت حاجات كده ايه مهدئة وملينة وفي نفس الوقت هو عنده ضغط مرتفع وسمع كلمة فيها عرق سوس فلازم نعرف ان العرق سوس بيرفع الضغط فبالتالي انا لازم يكون فيه يعني حوار مؤبني وبين اللي جاي عايز الوصفة علشان خاطر اديله وصفته على وجه الكمال والتمنى مضرهوش اكيد طبعا تمام فده شيء مطلوب والخبرة مطلوبة وفي مجال العطارة بالذات لازم منها ولازم تتوفر عند العطار تمام طيب احنا بنتكلم عن العطار ومهرته وخبرته وان لازم فعلا يكون هو اضرب الحاجات لان فعلا لها اضرار زي ما لها مميزات حتى لو طبيعي طيب عايز نسأل حضرتك يعني احنا مثلا بندخل العطارة بالليها متقسمة لتلاتة المهارات والحاجات بقى بتاعت الاخل مش عارف ايه بالدجاج وده للسمك وده اكيد اه وحاجات تانية بتاعت الاعشاب اللي هي بتشرب والحاجات التجميلية بقى طيب احنا عايزين نعرف ازاي انتم بخبرتكم وتمكنكم ان ما تخلوش المنتجات كل حاجة ولها ريحة مميزة تكرف على بعض يعني مثلا انا لقي حاجة جيب حل بقى لقى ريحتها فلفل اسود الكمون بقى ريحته ينسون ازاي بتقدر ما تخليش الحاجات دي تخلط على بعض اكيد لازم يكون العطار منظم في مكان لان العطارة يعني ناخد من الكلمة العطور اه فهي عطارة وعطور صح فالعطارة فيها البخور وفيها العطور وفيها البقوريات وفيها البهارات فالحاجات دي كلها لازم ان تكون لها اقسام داخل محل الاطارة ولازم ان يكون اللي شغال في قسم العطور واحد على العطور بس علشان خاطر مايركبش تركيبة عطرية ويقوم في نفس الوقت عامل وصفة الوصفة دي طبعا محدش هيعرف يشربها وهي فيها ريحة عطر من هنا ريحة حاجة ده اللي انا بقصود يعني احنا في البيت احنا عشان ما فيش برضو خبرة ممكن نحط بهارات جنب بعض تكرف على بعض ما نرضيش نكون لها اكيد طبعا واحنا عندنا يعني ده يطيخ خبرة دي معناها ان خبرة يعني عارف كمان ايه ده بيذكرني برضو بالصيدالي اللي هو ايه نظام ان لو سوء التخزين يعني مثلا لو حصل حتى في العطارة في المحل لو حصل سوء تخزين ده بيفسد المنتج تمام لان العطارة كتير العطارة الناس يعني ممكن لو قسمنا العطارة هنقسمها عطارة عشبية فيها الأعشاب وعطارة زيتية فيها الزيوت اللي هي مستخلصة من الأعشاب وعطارة العطور اللي هي فيها مستخلصات الظهور اللي هي الظهور البرية اللي زي زهرة البنافسج وزي الورد المراكشي والورد البلدي والحاجات دي كلها فطبعا بيستخلص منها العطور فلازم ان تكون يعني كل حاجة في محل العطارة على حدة ويكون كل قسم مسؤول عنه ومختص داخل المكان طيب تمام احنا برضو عايزين نعرف سلامة المنتجات هل احنا بقى عشان هي منتجات طبيعية وأعشاب هل ملهاش صلاحية تاريخ صلاحية يعني ممكن تقعد سنين عادي لا طبعا محدش قال كده اي حاجة يعني معرضة للأكسدة طبعا بتفسد ده في العطارة وغير العطارة ولكن احنا ممكن نقول ايه نقسم صلاحيات العطار ونقسم صلاحيات الأعشاب فيه أعشاب بتبقى مضادة للأكسدة تمام فصلاحيتها عمرها بيبقى طويل شوية تمام مش حتى لو كان التخزين في مكان حار نوعا ما ما فيش مشكلة فيها وفيه أعشاب بتبقى عايزة بالعكس المكان يكون جاف تمام تمام وفيه حاجات تانية بيبقى طبيعة تخزينها في مكان فيه رطوبة بيتحط منها حاجات في التلاجات زي حاجات من نوادر العطارة اللي هي طالع النخل وإحبوب اللقاح والبروبليز والحاجات دي كلها بيبقى ليها تلاجة فعلشان خاطر ما نخلطش الأمور ببعض إلا لو سألتيني على العسل وهو طبعا من ضمن تخصصنا في العطارة تعملوا عسل بالمكسرات عسل بالمكسرات دوت مكمل غزائي وبنوصف العسل للناس لتقويت المناعة ومعها بيكون فيه شوية حاجات تانية تكون فيه صورة بطاعة الشاشة آه يريد نشوف كان فيه صورة عسل آه أكيد طيب إحنا آه طيب على ما يجهزوها تفضل نكمل فطبعا كل حاجة بيكون بيكون ليها طريقة حفظ أهل الصور على الشاشة آه زي ما شايفين ده إيه ده بقى؟ يعني ده الشوفان حضرتك الشوفان ده بقى إيه ده للتخصيص؟ الشوفان من الحاجات اللي هي حبوب الكاميرا بتحرق الدهون يعني اللي عاوز يفيد وبتساعد على التخصيص هي ويمكن لو فيه صور بزور الكنوة ده إيه ده؟ ده بزور الشياء بزور الشياء بقى يعني؟ بزور الشياء بيتعامل منها حاجة اسمها العيش المشبع العيش المشبع؟ يعني حبوب كاملة بالضبط كده هوت بتدخل بقى كده؟ طب وده إيه؟ وده بزور الكتان طبعا بزور الكتان برضو بتحرق الدهون وبتساعد على عملية الحرق وبرضو بتدخل في صناعة العيش المشبع بتشبع برضو بالضبط كده هوت وعلى فكرة لها فايدة طبية تانية جميلة بالمناسبة إن بزور الكتان من الحاجات اللي هي بتخفض الكوليسترول في الدم ماشاء آه أيها صح طيب ده إيه كاكاو؟ ده كاكاو طبعا إحنا قلنا خام بقى؟ آه كاكاو خام بيدخل في صناعة الحلويات آه طب أنا عايزة أعرف أنا سمعت برضو الكاكاو بنتضل الاكتئاب يعني اللي بيشربه بيخل النفسية أحسن مادة الكوكا والله هو ممكن ما يكونش الكاكاو لوحده ممكن نقول الأحسن من كده آه طالما حضرتك سألتي آه الحاجة اسمها التلبينة 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 دي طبعا بتصنع من الشعير وإحنا عندنا طبعا في مرسى مطروح الشعير الصحراوي اللي هو على مية المطر آه تحاجة طبيعية فيه بيئة طبيعية مية في المية هو ده لو سألت على حاجة بقى يعني بتريح بتريح الأعصاب خانص بتحسن الحلال مزاجي أكيد طبعا وده فيه طيب فيه كاكاو أنا ملاحظة أن ده دارك أو غامق شوية واللي فات كان فاتح بقى فيه كاكاو فاتح واللي الشرب وكاكاو غامق للحلويات وصناعة الشكرة طبعا لكي تبقى من ضمن الشغل اللي عندنا آه كويس أود ده جزور اسمها جزور الماكا اللي طبعا موطنها أمريكا الجنوبية واستخداماتها بتكون يعني من الحاجات اللي هي مقوية مقوية عامية مقوية عامية زي الفيتامينات بالضبط كده آه تمام ده حاجة اسمها الكمأة 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 دي بقى فطر زي عش الغراب كده آه طبعا شغلنا فيها بيكون موسمي آه مش طول السنة آه لأن هي إلا بقى لو إحنا اشتغلنا فيها طول السنة بيتبقى متخزنة في تلاجات مش فرش ولكن هي استخدامها أخل هي لها قوان معين يعني؟ طبعا يعني هي من بداية نزول المطر إحنا زمان كان المطر بينزل بدري نظر طبعا الطقس يعني بقى نزول المطر بيتأخر شوية عن السنين اللي فاتت فكان ممكن بداية من شهر تسعة أو آخر شهر تسعة الكمأة دي بتظهر في الأرض دلوقتي الكمأة بتظهر من شهر واحد لمنتصف شهر تلاتة آه ليها فوايد كتير جدا وهي نوعين وعلى فكرة دي من الحاجات اللي هي غالية جدا في أوروبا وإحنا عندنا في مرسى مطروح بتتوفر وممكن تكون عندنا وما تكونش توفرت بنفس الصورة اللي توفرت بيها مطروح في أوروبا ذات نفسها طبعا إيه على مميزاتها للدراجات؟ هي مميزاتها حضرتك بيستخلص منها ماء بالطب الشعبي كده عندنا للعين يعني بيطلع منها قطرة للعين لما يكون الشبكية لقدر الله فيها ضمور طبعا فيه مية على العين بيستخدموا الكمأة دي وبتجيب نتائج مزهلة وحققت يعني نتائج إيجابية مع ناس كتير جدا جدا حتى يعني أشققنا في دول الخليج منهم بييجي لغة مرسة مطروح علشان خاطر يشتري الكام قليل لأنه هم عارفين القيمة الغذائية والقيمة الدوائية لأن هي بتتأكل برضو يعني هي بتتعامل في الأكل زي عش الغراب لأن هي من الفطريات وفي نفس الوقت بيستخلص منها قطرة للعين وبالفعل في يعني صديق كان موجود في أمريكا جاب لي معاه قطرة أنا تفاجئت أن هي مصنعة مصنعة من نفس الكمأة قلت الحمد لله يعني إن إحنا مجنوش حاجة طيب في آخر صورة معانا دي مجموعة مجموعة بهرات إحنا طبعا حضرتك المطحنة دي مطحنة توابل دي موجودة عندنا بنعمل فيها التوابل قدام الزبون يعني فرش فرش بالضبط عندنا خلطة اسمها خلطة السبع بهرات السبع بهرات دي فيها ورق اللورة والحبهان والقرفة والكوبابة الصيني وورد اسمه الورد المراكشي والطبعا القرفة السجار وحاجة اسمها الشيبة والحبهان والفلفل الأبيض والفلفل البرزيلي الأصمر والبابركة كل ده بيبقى في العلبة بنستخدمها للأكل كله لحوم فراخ صواني طواجن طبايخ الأكل كله معادة السمك لأن السمك طبعا إيه ليه بهرات مخصوصة فيها توم كتير فيها كمون كتير كده طيب إحنا ده يعني إحنا تكلمنا عن حاجات مثلا العلاجية أو كده أنا عارفة برضو إن في المحلات عند حضرتك إن فيه جزء تجميلي للشعر والبشرة طيب المنتجات اللي حضرتك بتصنحها الخلاطات أو الوصفات للبشرة وعلاجها وتنعمها بتجربوا الأول أنتو المنتج ولا على طول تعملوا إيه؟ إحنا لابد طبعا نكون على الدراية بالوصفة لأن العطار لازم أن يكون مثقف في مهنته ما يوصفش وخلاص لأن يوصف وخلاص هيضر نفسه وهيضر غيره فإحنا بنوصف حاجات للتجميل والحمد لله حاجات يعني نتيجها مع الناس مزهلة والناس كلها بتاخدها ومجرباها يعني من سنين لنعومة البشرة مثلا يعني لو تكلمنا عن البشرة أنا ما بقولش وصفة كده وخلاص للبشرة يعني مثلا الوصفات يعني قبل ما نتكلم على الوصفات بنقول إن البشرة دي في منها جاف وفي منها دهني وفي منها عادي بالضبط ونشوف البشرة إيه اللي في البشرة يعني يعني على حد عايز يبيض البشرة في حاجة مثلا بتفتيح البشرة تفتيح البشرة ممكن نحط معها حاجة اللي تنعيم البشرة وترقيق الجلد وحمايته من التجعيد بتبع برعا ترمس مورد يعني كل ده عمباكو في المحلية لا إحنا مش عايزين نعرف السر لأ نقول ويبقى إهداء للمشاهد نقول ما فيش مشكلة يعني اللي عايزة تفتح بشرتها وتحافظ عليها من أشاقة الشمس خاصة في الصيف وكده فطبعا بنقول حاجة بسيطة جدا وتركيبة كده يعني شعبي وصفة شعبي بالبلد كده هنقولها ترمس مور ناعم وجنين الأمح ناعم والكركم اللي هو السادة مش اللي هو عليه البهارات عشان ده طبعا هيستخدم استخدام طبي للبشرة يبقى ترمس مور ناعم جنين الأمح ناعم والكركم برضو يكون ناعم الحاجات دي أنا بقول بتكون نعمة جدا لأنها هتتحط على البشرة على البشرة ماشي وفي حاجة اسمها التوتيا الزرقى دي بنحطها علشان خاطر نشيل الهالات اللي تحت العين طبعا مش لوحدها الهالات السودة دي مشاكل للبشرة طب ونحط المسك ده يعني بنخلطه بمية ولا ايه؟ للبشرة الدهنية في مية تمام للبشرة الجافة والعادية ممكن نقول معلقة من المسحوق ده من المسحوق ده في كوباية زبادي وبناخد من الزبادي على بشرتنا عادي أكننا عاملين مسك طبيعي وبنرجع باقي كمية في باب التلاجة ومدته بنسيبه على البشرة مش أقل من ساعة وكل ما سيبناه مدة أطول كل ما كانت النتيجة أفضل مرة في اليوم مرة كل يوم ويوم يعني ثلاث مرات في الأسبوع كويس بشرة بيضة ونعمة ووصفة سهلة وبسيطة طيب حلو والشعر بقى هتناسب طبعا الشعر بقى زي البشرة بالزبط بيبقى فيه منه الجاف والدهني والعادي صح طبعا كل واحدة هينسبها تركيبة معينة لأن فيه زيوت بتتحط على الشعر الجاف فبتبوزه أكتر زي مثلا الصبار تقريبا طبعا يعني زيت الصبار ده مفيد جدا جدا لكن أنا لو حطيته على الشعر الجاف هيبوزه ماشي وهو زيت جوز الهند برضو عرفته أنه لو تحط على شعرهم دهني تمام احنا ريحنا احنا ريحنا الناس وعملنا حاجة جميلة جدا اسمها السبع زيوت هي اسمها مجموعة السبع زيوت بس اللي فيها أكتر من سبع زيوت بس احنا سمناها السبع زيوت لأن السبع زيوت اللي فيها هم يعني العناصر الأساسية دي بتمشي مع الجاف والدهني والعادي وما بنعملهاش كل يوم باستخدامها بتبقى مرتين بس في الأسبوع واستخدامها بيكون مين بالليل والشعر جاف ما يكونش عليه أي زيوت ولا أي كلمات تانية خالص وبندهن بنركز بالدهن مش على الشعر وإنما على الفروة بنضطيها بكيس بلاستيك أو بنية حمام بنسيبها من بالليل للصبح الصبح بنشطف الشعر بمية رافية وشمب أو مية رافية وصمب دي بتعمل تنشيط للدورة الدموية في الفروة بتعيد نمو الأماكن الضعيفة من جديد بتقوي الشعر من الجزور للأطراف احنا بنحطها بالليل علشان خاطر بالليل قبل النوم بيبقى الجسم في حالة استرخاء البصيلات بتتفتح أكتر فبتعمل تص الزيت بأكبر قادرة ممكن فالنتيجة بتكون أسرع فده مهم جدا أننا بقول مرتين في الأسبوع علشان خاطر منغسلش الشعر كل يوم لأن غسيل الشعر كل يوم في مرحلة علاجية معينة هيجهده وهيوقعه أكتر طيب عمليم بقى البنات في الكنترول عمليم يقولولي احنا خدنا البشرة وخدنا الشعر عمزين بقى بسرعة بلوقت بيقولولي التخصيص ده سؤال يعني لازم كلنا بنسأله أكيد طبعا بالنسبة للتخصيص طيب التخصيص فيه ناس كتير يعني فقدوا الأمل بيقولوا احنا جربنا كل حاجة رجيم وقدوية احنا جربنا كل حاجة وما فيش حاجة بتجيب نتيجة طبعا احنا مش مش هنقول احنا خلاص يعني جبنا السحر سوبرمان يعني بالصبط والقام هنتكلم كلام عادي جدا قبل ما اقول يعني ايه الحاجة اللي بتساعدنا على حرق الدهون وعلى التخصيص برضو الموضوع بيبقى مرتبط ومتعلق احنا بالغدد يعني فيه واحد ما بيقولش خالصه عما الجسمه بيزيد صح ماشي ففي الحلقة دي بيشوف الغدد يكشف الاول يعني بالزبط كده هو الحاجة التانية اللي متعلقة بنظام الرجيم الحركة احنا معظمنا ما بيتحركش وعايز يخس ماشي لو احنا ما بنمشيش على رجلينا كتير نعمل مشاية الجم ضروري مع الحاجات اللي بتحرق لكن نرجع ونقول ايه هي الحاجات اللي بتحرق برضو عشان وقت حضر يعني احنا عندنا وصفة ممكن نقولها سريعا كده الشمر والبردقوش وبزور الكتان والزنجبيل والقرفة دي من الحاجات اللي هي وبنحط عليها المورنجة طبعا بس المورنجة مش بتخسس بس انا مصر ان انا اضفها مع التركيبة او الوصفة علشان خاطر المورنجة دي زي السبانخ كلها فيتامين وحديد والجسم هو بينزل ممكن يفتقد بعض العمصة الجزائية بالتأوية يعني بالتأوية دي بالنسبة لحاجات اللي هي ايه بتساعد على الحرق لكن في واحد بقول لي انا باخد الاعشاب بس مش قادر امسك نفسي باكل بشروع ماشي في حاجة بسيطة جدا اسمها الاسباغول او قشور السيليم ودي تعتبر هي الابليكس الطبيعي اللي عند العطارين ماشي يعني فيه ابليكس في الصيدلية فيه برضو زي الابليكس طبيعي كده عند العطارين قشور السيليم او الاسباغول من الحاجات اللي هي مشبعة بتعمل اشباع بتعمل شعور بالشبع وشعور بالامتلاء اللي بتتحط منها في مية زي معلقة شبه جث الهند النعمة وبنشرب كوباية قبل اي اكل احنا حسين ان احنا هنبوز الدنيا فيها ان شاء الله نجرب كل الوصفات احنا يعني الوصفات دي طبيعية واحنا ان شاء الله حيبكون لنا لقاءات تانية وبقول بشكر حضرتك شكرا جزيلا كان معنا النهاردة الاستاذ شريف عكوش صاحب عطارة محلات عطارة العمامي بشكرك شكرا جزيلا وطبعا عزيزي المشاهدين على الصفحة على البيج عطارة العمامي هتلاقوها بنفس الاسم عليها الوصفات والتواصل كلها ووصفات طبيعية للشعر والبشرة وكل اللي انت عايزينه بشكركم شكرا جزيلا وشوفكم في حلقة تانية الى اللقاء